دقلا وحليب مع الأستاذ البخاري بن صالح أيها الأحبة الكرام إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم طوبى لمن كان بصره في قلبه ولم يكن قلبه في بصره لين الكلام قيد القلب والقلوب تجازي القلوب والبغض تبديه لك العينان كان يقال صديق كل مرئ عقله وعدوه جهله والعاقل من عقل لسانه والجاهل من جهل قدره عقول الناس مدونة في أطراف أقلامهم وظاهرة في حسن اختيارهم يعد رفيع القوم من كان عاقلا وإن لم يكن في قومه بحسيب وإن حل أرضا عاش فيها بعقله وما عاقل في بلدة بغريب العاقل لا يخفى عليه عيب نفسه لماذا؟ لأن من خفي عليه عيب نفسه خفيت عليه محاسن غيره داخل كل إنسان غرفة للعقل وغرفة للوجدان وعلى الإنسان أي دطل من غرفة عقله أكثر ومن غرفة وجدانه أقل لا خير في حسن الجسوم وطولها إلا امتزن حسن الجسوم عقوله في أعماق كل مرئ محكمة يبدأ فيها بمحاكمة نفسه والضمير هو صوت داخلي ينذرنا دائما أن هناك من يراقبنا من كان ضميره مطمئنا نام والرعود تقصف القلوب أوعية فإذا امتلأت من الحق أظهرت زيادة أنوارها على الجوارح وإذا امتلأت بالباطل أظهرت زيادة ظلمتها على الجوارح وللقلب عقول لا يعرفها العقل ديجلا وحليب مع الأستاذ البخاري بن صالح الآن اشتركوا في القناة